بشأنه السياسي حزبياً نظم صباحة اليوم رئيس حزب صوت الشعب لمين عثماني تجمعاً شعبياً بالمركز الثقافي ببلدية عين تركي في ولاية عين دفلة هضره إطارات الحزب بالإضافة إلى مختلف شرائح المجتمع اللقاء كان فرصة للتعريف بالحزب وكذلك الاستماع لانشغالات المواطنين لمين عثماني تطرق إلى خطبه إلى قضية الغازة الصخري ودعا إلى الاحتكام إلى رأي الخبراء والمختصين باعتبار القضية علمية بحثة وليست سياسية التطيئة كانت لبلال شرفاوي هذا موضوع يحتاج الخبراء لأنه هذا ليس قرار سياسي قرار سياسي هو ثروات بديلة كطاقة نقية بعد ثروة البترول ولكن أنا في نظري خلي الخبراء يتحمل مسؤولية من التاريخ يعطونك نظرة وتحليل وخبرة علمية ويشوفوا ما هي الأعثار التي تترتب إذا كانت يمكن استغلال وما أثرش على البيئة الله مبارك ولكن لازم ينقنع الشعب هذا بطريقة علمية كما تحدث رئيس حزب صوت الشعب عن اختياره لولاية عند دفلة للقاء الشعب يعود لسياسة الحزب من خلال الاستماع إلى انشغلاتهم نحن في صوت الشعب عن نمتدد شعبي حضورنا هذه المنطقة بلكم نائية ولكن أنا كان اختياري قلت لنبدل لازم نسيب نروح شغل المدن الكبرى الروح المناطق لأنه هذون محتاجين وهذا وضور كطبقة سياسية بتنقل بأمانة نحن نرى نمرس فيها ما نشقول ما نخافو الشعب تعنا لأنه معنا ما قابلوه ونستمعوه ونفرعل نشغالات وجبنا معنا النواب اللي كانوا معايا في الحرام وفكرنا في تأسيس الحزب هذا رح يقلوا بأمانة